تشير الاحصائيات الى انه منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشويعي الصيني استوردت الصين 3.4 تريليون دولار امريكي من الخدمات بمتوسط نمو سنوي قدره 9.2% وهو اعلى من المتوسط العالمي البالغ 3.7% خلال نفس الفترة مما ساهم ب17.1% من نمو واردات الخدمات العالمية وتتصدر هذه المساهمة في نمو واردات الخدمات العالمية في الوقت الحالي تم الوفاء بجميل التزامات فتح تجارة الخدمات في الصين من بين 160 كطاع فرعيا من 12 فئة لتجارة الخدمات الرئيسية المصنفة من كبل منظمة التجارة العالمية فتحة الصين 100 كطاع فرعي في 9 فئات رئيسية وهو ما يقترب من متوسط التزام اعضاء البلدان المتقدمة ب108 كطاعات فرعية في الخطوة التالية ستواصل الصين بنشاط توسيع وارداتها من الخدمات عالية الجودة من المتوقع ان يكون معدل نمو واردات الخدمات في الصين اعلى من المتوسط العالمي في السنوات الخمس المقبلة سيصل حجم استيراد الخدمات التراكمي الى 2.5 تريليون دولار امريكي وهما يمثل اكثر من 10% من اجمالي العالم